مرحبا، في حلقة اليوم رح نشوف بعض استخدامات الفينجر لايتس بالتعليم متوفر منهم عدة أشكال وأنواع وألوان بس بغالبيتهم وبينوضعوا بالأصبع من خلال مطط يعني أشبه بالخاتم وبيعملوا بواسطة بطرية وطوا بتتحكموا فيه من خلال كبسة ومثل ما بتظهر الصور يلي معخوضهم من الموعة head over heels for teaching dot com بإمكان إنو يستعملوهم الطلاب مش بس بالصف وإنما أيضا بالمكتبة بشكل فردي أو حتى جماعي وبتقدروا إنكن تطفوا الضو أو تتركوه الحماس أكيد مضمون بمجرد ما يلبسوهم بأصابعهم ويختاروا اللون يلي بيفضلوا أما النشاطات فعديدة ومن القراءة الموجهة بإمكانكن تطلبوا منهم يضووا على كلمة معينة مثل adjective, verb, vowel وأكيد مش بس استعمالوا المحصور باللغة الإنجليزية silent reading القراءة الصامتة كما وإنه قد يساعدوا بعض الطلاب يلي عندهم صعوبات بالقراءة صور مأخودي من hanging around in primary